طيب احنا تكلمنا طبعا عن الحلفان في الحلقة اللي فاتت والحلفان عمال على بطال بس كان كل كلامنا عن ان احنا نحلف بالله وهنا السؤال طيب اللي يحلف بكلام الله اللي هو القرآن المصحف يعني زي الحلفان بالله ده اللي هنعرفه معدفنا الشيخ احمد الملكي من عمال قذر الشريف اهلا بك شخي الله يخليك يا رب يحفظك ويكلمك ويستورك يا رب يا رب السطر والصحة والعبير شيخ احمد يعني انا لو قلت والله زي ما قولوا المصحف طيب دي نوضحها اللهم لا حول ولا قواته الا بالله اللهم لا حول ولا قواته الا بالله اللهم لا حول ولا قواته الا بالله تم من لهم ما بيه بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما عطيتنا اللهم امين خلينا ناخد معلومة كده تاني نذكر نقول ان ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحلف في ثلاث موضع في القرآن يقول ربنا امر النبي بالحلف في كم موضع في ثلاثة خلاص اللي هو يستنبئونك أحقنهو كل إيه وربي يعني ده الموضع الأول الموضع الثاني بلى لا تأتي إنكم أو لا تبعثون التلات مواضع دول في القرآن طب تعال في السنة لما نيجي في السنة حلاقي لما نبدأ نشوف ونحصي كلام سد النبي والحلف اللي حلفه سد النبي عليه الصلاة والسلام بعض العلماء بيوصل الأمر للنبي كل الحلفان في مجموع السنة بتاع النبي ثمانين مرة بس فقط فإحنا الأصل عدم الحلف إلا لإيه إلا لضرور طيب الحلف بيكون بإيه دايما يقولون الحلف بالله ده رقم واحد والله وبالله طالله إلى آخره الألفاظ دي طيب الحلف بالقرآن بس قبل ما أقول الحلف بالقرآن في حاجة اسمها الحلف بصفة من صفات الله عز وجل زي ما تسمع أن نقول إيه وعزة الله صح؟ ورب العزة مش إحنا بنسمع كده طيب هل يجوز الحلف بده؟ ده صفة من صفات الله فالعلماء قالوا المالكية والشافعية والحنابلة وقول للحنفية يجوز يعني رأي الجمهور إيه؟ يجوز الحلف بصفات الله تبارك وتعالى طيب الكلام ده منين؟ النبي كان يقولك النار كانت تقول إيه؟ وعزتك وجلالك في الحديث بتاع النار يعني تقول النار نفسها تقول وعزتك سيدنا النبي يقول والذي نفسي بيده والذي إيه؟ نفسي بيده يبقى إذن ده النبي كذلك الأمر بيحلف أهو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى قالوا طيب هنا عشان ندخل على مسألته القرآن هو ينفع أقول والمصحف نقول له طيب كويس إنت المراد بالمصحف إيه؟ هو ده المهم هل المراد به الجلدة والورق ولا المراد بالحلف بالمصحف اللي هو كلام ربنا لو قال لي لأ ده المراد الورق والجلدة اللي هي بتاع المصحف نقول لك لأ كده لا يجوز لا ده المراد أنا بحلف بقوله والقرآن والمصحف اللي هو إيه؟ اللي هو كلام الله تبارك وتعالى فهنا قالوا ما فيش مشكلة فيه قالوا ليه أخواننا جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا ده الكلام ده سهل قوي إحنا عندنا سيدنا النبي بيقول ألا إن الله ينهاكم ألا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله طيب كويس فمن كان حالفا فليحلف بالله قالوا القرآن هنا هو القرآن مخلوق ولا مش مخلوق قالوا لا مش مخلوق كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا جبتوا بكويس القرآن أدم هو مش مخلوق هو إيه؟ قالوا ده صفة من صفات مين؟ من صفات الله وإحنا لسه من شوية آيليين يجوز الحالف بصفة من صفات الله رب العالمين فنه ينفع إننا أحلف بالقرآن لأن صفة من صفات مين؟ من صفات الله تبارك وتعالى وده رأي الجمهوري الفقهاء فإزا الإنسان لما يجي أحلف يأما يحلف بالله رب العالمين يأما يحلف بصفة من صفات مين؟ من صفات الله تبارك وتعالى واستدلوا بالحديث ده لكن عندي حاجة تانية مثلاً واحد يقول وحق القرآن مثلا يعني لو واحد قال مش احنا بنسمع كده يقول لك وحق القرآن يا أخي فههه ده حكمه هنا العلماء لما تكلموا في المسألة دي اختلفوا قالوا اليمين تنعقد طب وده ماذا بمين قالوا ده ماذا بالشفعية والحنابلة ماذا بالشفعية والحنابلة قالوا اه الحنابلة قالك لا لا تنعقد واخد بالحضرتك وبعدين بدأوا يتكلموا في المسألة دي بأدلة لكن واحد لما جيه قال والمصحف الشريف مانا رايح وحنس في اليمين الراجل ده يكفر ايه يقعد حلب بالمصحف عشان الناس بس تنتبه يبقى الحلب بالمصحف يا جوز اللي هو كلام الله تعالى طيب لو واحد حنث حنث يعني حلف واليمين بتعوي زي ما بنقول بالبالة دي كده يعني واحد مثلا قال ايه والله العظيم ما انت خرج برا البيت وخرجت تبقى تعمل ايه نقول له اطعم عشر ايه مساكين مساكين لو ما لا فيش فلوس ايه بقى ثلاثين طب عندي سؤال بقى افرد واحد حلف كذب اه احنا ده احنا راح نبقى في اليمين الغموس انواع اليمين ده احنا لسه هنتكلم فيه ماشا هنتكلم فيه بس اليمين الغموس ده ملهوش كفارة خالص تخيالي استغفر الله العظيم قالوا اصل اسمه غموس قالوا يعني ايه غموس قال لأنه يغمز صاحبه في النار الغمعة فينا يا رب يغمز صاحبه فين في النار يعني مثلا نقول لي بقولك ايه هو انت رحت الحد تلفا تقول لي والله العظيم ما رحت وهي عارفة انها بتجدب طب ليا ما تحلفيش ما تحلفيش أصلا صح فقالوا طب يعني نعمل ايه قالوا اه خلي بالك ده اسمه يا امان غموس انه بيغمز صاحبه في النار بس خلي بقى لك أعمل إيه قالوا أعود استغفر وتوب طول ما انت عايش في الحياة يعني مش مرة واثنين ده بيقول لك غموس عشان هاغن الصاحبها اللهم عافين يا رب طب أنا عاوز أطلع بقى من المأزق الصعب ده أعمل إيه أعود استغفر طب هيك في مرة أحدى اللهم قال لك بقى إيه إلى أن تلقى الله أعود توب واستغفر كتير كده إيه إلى أن تلقى عشان تتعلم الأدب ما تحلفش مرة تانية